قال تعالى وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فالابتلاء سنة كونية قدرية والمرض من جملة ما يبتل الله به عباده ليختبر إيمانهم وصبرهم ورضاهم بما قضاه وقدره والمرض وإن كان في ظاهره شر وبلاء ففيه للمؤمن خير كما أن العافية له خير قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفي طيات المرض من الخير أمور منها التعبد لله تعالى بعبودية الصبر إيقاظ العبد من حال الغفلة والبعد عن الله الزهد في الدنيا والطمع في رحمة الله وجنته تذكر عظيم نعم الله على العبد ومنها نعمة العافية الإقبال على التوبة والندم على ما سبق من المعاصي تكفير الذنوب والسيئات قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رفع الدرجات في الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى وحتى يدرك المريض الأجر وينتفع بما في طيات مرضه من الخير فعليه ملازمة الصبر واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى وحمده على ما قضاه وقدره ألا يدعو إلا بخير ولا يجيب عن حاله إلا بخير الإكثار من الدعاء والتضرع مع بذل أسباب الشفاء من أنواع التداوي المباحة قال ابن القيم رحمه الله والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن